اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الاسبوع الماضي سمعنا جميعا خبر قيام الجهات الاردنية او حرس الحدود الاردني بيكشف عملية تهريب لمخدرات يعني جاءتهم من العراق عبر اطريبيل ست ملايين حبة من هذه السموم المخدرة ارادوا ان يدخلوها بما يسمى عجينة التمر بسيارتين كبيرة جدا تريالات كبيرة او هكذا وصفت تدخل من العراق الى الاردن ست ملايين حبة وهذا واحد من يعني نوعية هذه الحبوب عندما تقرأ عنها تجدها من السموم الكبيرة المخدرة المؤذية ووقت كشف هذه الحبوب يعني يتناغم مع انعقاد ما يسمى في مؤتمر بغداد الثاني الذي عقده في الاردن قبل ايام قبل انتهاء هذا المؤتمر يومين او ثلاثة كشفت هذه القضية في عجينة التمر كانوا مخبين هذه 6 ملايين حبة ويريد دخلوها الاردن سواء يعني يطلعوها من الاردن الى بلد اخر او كانوا استهلاكها في الاردن يريدون يستهلكوها بالاردن بغض النظر عن هذه الموضوع هل حديث يعني يجرنا الى لوم العراق او لوم العراقيين على هذا الفعل العراق فاقد للارادة فاقد للسيطرة وفاقد لقدرته فاقد لأهليته الحقيقة هذا واقع الحال ومن دفع بهذه الحقوب هي ايران ايران لديها مصانع في سوريا وفي لبنان حزب الله وجماعته والميليشيات في العراق وفي سوريا وفي لبنان صارت لهم صناعة جديدة صناعة هذه المخدرات وتصديرها لانه باب للاموال وباب للقضاء على اعداءهم وتمزيق مجتمعات قريبة من عددهم دائما ما كان في الاردن يعني حرس الحدود يحبطون محاولات كثيرة لتهريب هذه الحبوبة وغيرها مخدرات اللي قادمة من سوريا وتقادمة من لبنان لهم ويحبطوها لكن ربما هذه من المرات القليلة جدا اللي تحبط بها مثل هذه العملية قادمة من العراق وهذه السموم تصدرها ايران ضد كل الدول التي لا تعتبرها دول من محور المقاومة لأنها تعتبر دول محور المقاومة العراق هذه اللي بها ميليشياتها سوريا لبنان اليمن هذه الحوثيين والحزب الله وميليشيات في سوريا والميليشيات في العراق هذه محور المقاومة عن اي مقاومة يتحدثون لا ندري المقاومة ان يقتلون الشعوب الاخرى بهذه السموم يعني العراق كان قبل 2003 من الدول التي تعتبر نظيفة بشهادة الامم المتحدة من المخدرات من الدول القلة النظيفة بالعالم ليس لدينا يعني ليس في العراق مخدرات من يتعاطى بالمخدرات كان يعدم قرار باعدامه الآن العراق بدأ بلد يصنع المخدرات ويستهلكها بشكل قوي جدا وتجارة المخدرات تجارة رائجة في العراق من اين اتت هذه كلها من الجارة اللي سماها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تجينا من الارجنتين هاي جارتنا الارجنتين يحاول ان يبعد يبعد التهم عن ايران ما هي ايران معروفة بهذه القضية وهي مصنعة وممار لهذه السموم وهي يعني هي من غزت بها سوريا والعراق واللبنان والواقع الحال وكل هذه ميليشياتها بدأت تتاجر بهذه السموم ست ملايين حبة يعني هذه واحدة من عمليات التهريب الله هو اعلم كم جرت من عمليات التهريب طيب كيف يمكن لبلد جارك ان تعبر علي هذه المخدرات العراق يعني ذلك نقول العراق فاقد الاهلية لا تستطيع لهم فاقد الارادة فاقد السيطرة فاقد الحكم من يحكمه من يتغول به من يتحكم بيراته هي ايران فبالتالي هي ايران من تصنح وهي من تدفع وهي الميليشيات هي اللي تتعكم باسم ايران وايران لديها عداء مع كل العرب لديها عداء مع كل الدول اللي تسميهم ومحور المقاومة فمحور المقاومة دول محور المقاومة هي التي تصدر السموم الى هذه الدول هذه هذه واحدة يعني يعني ربما الف كيلوغرام يعني حوالي طن من الحبوب المخدرة هذه تدخل الى الاردن هذا البلد يعني اللي يعاني اقتصاده واللي يعاني شعبه واللي يجهد نفسه من اجل لقمة العيش واجل بناء مستقبله حاضره ومستقبله تجي هذه المخدرات بهذه الطريقة واقع الحال يعني بائس جدا ومخزي جدا وخطر جدا ان يكون العراق ممررا لتصدير هذه المرور هذه البضاعات هذه السموم هذه البضاعة هذه السموم اللي تصدرها ايران وتدفع بها على الشعوب كثيرة يقال انه كانت البضاعة تذهب الى الاردن ومن هناك الى مصر لاحظوا كيفوا يستهدفون الشعوب ويستهدفون الناس بالمخدرات يعني لم يصلوا اليهم بالسلاح والميليشيات والقتل والاعتداءات يصلوا اليهم بالمخدرات بهذه الطريقة بهذه السموم الغريبة عجيبة ويمكن ان تتخيلوا ما يحصل للشعب العراقي وما حصل للشعب العراقي خلال عشرين سنة كيف غزت اسواق وكيف غزت يعني كثير من العصابات التي تعمل بالمخدرات ويتحدثون القوات الامنية القتل قبض على ما اعرف مروج للتجار كبير تجار كبار وعصابات ومؤسسات وحزاب كلها وراء هذه التجارة تجارة السموم هذه ومصيبة كبيرة وبالتالي من يدفع الثمن هي الشعوب من يدفعه الشعب العراقي الشعب الأرجن الشعب السوري الشعب اللبناني واليمني وكل العالم تدفع ثمن هذا الخراب الذي ترقيه علينا ايران بهذه الطريقة مع الاسف الشديد ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى ايضا اعتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة